نفى المركز العالمي بمجلس الوزراء اصدار قرار بوقف استخراج بدل التالف والفاقد للبطاقات التموينية اكد المركز ان ما تم الاعلان عنه يقصد به ان مدة البت في طلبات استخراج بدل التالف والفاقد للبطاقات التموينية ستستغرق ما بين 4 الى 6 اسابيع وذلك في اطار الخطوات التي تتخذها الحكومة لمراجعة منظومة الدعم لضمان وصول الدعم الى مستحقين كما اشار المركز ايضا الى ان الخدمة متاحة من خلال موقع دعم مصر او بوابة مصر الرقمية او من خلال التوجه لاقرب مكتب تمويني للمنطقة التابع لها صاحب البطاقة التموينية